رأينا في فيديو سابق في الاشترا بالفرنسية ينتمي إلى أفعال المجموعة الأولى لأنه ينتهي بأغ أنا اشتريت أو اشتريت هذا الزمن يستعمل عندما يكون الحدث زمنه محدود ومنتهي صيغة زمن الماضي الضمير زائد فعل الملكية في المدارع زائد البرب مع أكسون في النهاية أنا اشتريت السيارة الكلمة هنا معرفة اسم أنت إذا أردت أن أقول سيارتي سنستعمل حرف الملكية ما لما أن الإسم أنت ما واتور ما واتور في حال كان الإسم ذكر سنقول ما ما كايي مثلا ما كايي كيف أقول اشتريت سيارتي جهة جهة ما واتور جهة ما واتور جهة ما واتور القرد بالفرنسية الكريدي كريدي 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 اسم مدكر ومعرف كريدي هذه المرة سنحاول تجميع الكلمات السابقة في جملة واحدة اشتريت سيارتي عن طريق القرد جملة تنية العلبة بالفرنسية اسمو انتس ومعرف حمراء الآن العلبة الحمراء لكي أعبر عن ملكيتي لشيء ما او ملكي بالفرنسية كيف أقول العلبة الحمراء لي أو ملكي لي؟ لابوات روج اي اموا حرفيا العلبة الحمراء تكون لي لابوات روج اي اموا إذا أردت أن أقول هي لي أو هي تكون لي دمير الغائب بالفرنسية ال سنعود لابوات روج بدمير الغائب ال إذا أردنا أن ننفي هذه الجملة سندخل عبارة النفي قبل الفعل المصرف بعد الفعل المصرف في الجملة الفعل المصرف في هذه الجملة هو الفعل الكالنونة أو le verbe اتر أو présent de l'indicative إ كيف أقول هي ليست لي elle nippa à moi elle nippa à moi elle nippa à moi عبارة إنه ليس لي أو هذا ليس لي أي عندما أشير إلى شيء معروف أو يوجد بالقرب مني أقول ce nippa à moi ce nippa à moi ce nippa à moi هذا ليس لي في اللغة العامية للفرنسيين عادة ما يستعملون هذه العبارة بشكل مختزل عوض أن نقول ce nippa أقول cippa مباشرة cippa à moi cippa à moi cippa à moi violée violée أت في الأخير تقرأ وكأنها أ أكسن violée الآن كيف أقول القبعة البنفسجية le chapeau violée le chapeau violée le chapeau le chapeau le chapeau le chapeau le chapeau من خلال هذه العبارات يمكنكم استنتاج أنه عندما يكون لدينا اسم مذكر يمكن تعويضه بدمير الغائب il 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 في حالة كان الاسم مؤنت يمكن تعويضه ب l l l ترجمة نانسي قنقر